طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة الشروق ويمتواجدة هناك زميلة العزيزة مريم سميح اللي حتعرفنا بقى على آخر الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع مريم صباح الفل عليك تفضلي صبح عليك يا كريم بصبح عليك أكيد نهواندو بصبح على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق والبداية أيضا من جريدة الشروق مواجهة خارج التوقعات بين أتلاتكو ومنشاستر يونيتد وبين فيكا يستضيف آيكس طبعا تختتم اليوم منافسات لذهاب ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا موجهتين غاية في القوة حسب ما وصفهم التقرير الأولى طبعا بين أتلاتكو مدريد الإسباني ومنشاستر يونيتد الإنجليزي في تمام العشرة مساء وتجمع المباراة الثانية آيكس أمستردام الهولندي وبين فيكا البرتغالي في العشرة مساء في المباراة الأولى طبعا بيتسلح أتلاتكو مدريد بعملي أكيد الأرض وأيضا الجمهور لمواجهة منشاستر في البطولة بعد خسارته في دور المجموعات أمام ليفر بول ذهابا وإيابا تشهد المباراة أيضا عودة رونالدو إلى مدريد مجددا ولكن هذه المرة بأميس طبعا منشاستر يونيتد وسجل كريستيان وخمسة وعشرين هدف في شباك أتلاتكو مدريد وفي المباراة الثانية يستقبل بن فيكا الذي يخود ثمن النهائي لأول مرة منذ خمس سنوات آيكس أمستردام الذي يتقلق في دور المجموعات ومن بوابة أخبار اليوم محمد صلاح يبحث تعزيز صدارة هدفي الدوري الإنجليزي أمام ليد يبحث النجم المصري طبعا أن محمد صلاح لعب ليفر بول تعزيز صدارة قائمة هدفي الدوري الإنجليزي خلال مواجهة ليد يونيتد مساء اليوم الأربعاء وصديف نادي ليفر بول نظير وليد يونيتد على ملعب أنفلد في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء والمؤجلة من منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يتصدر طبعا محمد صلاح قائمة هدفي الدوري الإنجليزي بـ 17 هدف وعادل تسجيل مرة أخرى بعد غيابه عن التهديف هذا طبعا بسبب مشاركته في بطولة كأس الأم الأفريقية وكان آخر هدف سجله محمد صلاح كان يوم 2 يناير الماضي طبعا كان في مرمى تشالسي إلا أنه واصل تصدر قائمة الهدفين بفارق كبير عن أقرب منافسي ديوجو جوتا بـ 12 هدف ومن اليوم السابع تاريخ المواجهات ينحاز لليفر بول ضد ليدز يونايتد قبل موقعة الدوري الإنجليزي ينحاز تاريخ المواجهات لنادي ليفر بول ضد ليدز يونايتد ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي التقى ليفر بول ضد ليدز يونايتد في 27 مباراة نجح خلالها الردز في الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة أمام منافسه في 6 مباريات فقط واستطاع ليفر بول في تسجيل 56 هدف في مرمى ليتز يونيتد بينهم ضربتين جزاء بينما سجل المنافس هو الآخر 27 فقط واستطاع ليفر بول في الحفاظ على سجلاته نظيفة في 11 مباراة مقابل 4 لليتز يونيتد فيما وصل لعبه الأول على 30 انذار أو حصل على 30 انذار بينما الأخير تلقى 40 وكانت آخر مباراة بين الفريقين يوم الحد 12 سبتمبر الماضي ونجح ليفر بول في الفوز بثلاثية نظيفة في هذه المباراة ونجح وقتها طبعا محمد صلاح في تسجيل أول أهداف المباراة في دقيقة 20 من عمر المباراة أخيرا من روسيا اليوم رقم مميز لزياش أمام ماليل في دوري الأبطال ساهم المغربي طبعا حكيم زياش في فوز فريق وتشلسي على ضيف ولل نتيجة 2 صفر مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستامفرد بريدج في ذهاب الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووضع زياش هدف فريقه الأول أو صنع زياش هدف فريقه الأول في المباراة وساهم زياش أيضا في تسجيل 17 هدف في آخر 22 مباراة خضها أساسي بدوري الأبطال بواقع ثمن أهداف وتسعة تمريرات حاسمة بما فيها خمس أهداف في أول ثمن مباريات خضها أساسي مع تشلسي في المسابقة بواقع ثلاث أهداف وتمريرتين حاسمتين وبهذا الفوز اقترب تشلسي كثيرا من التأهل لربع نهائي البطولة بانتظار أو بانتظار حسم المباراة الإياب في فرنسا في يوم 16 من مارس المقبل دي كانت كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة وأبرز العنوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل صالة تحرير جارت الشروق بشكركم جدا كلمة لكم مرة أخرى نحن منشكر الجزير الشكر زمالتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التخطية المتميزة من المرسلين المرسلات المتميزات عندنا فعلا برضو مريم سميحة شطرة جدا